الراجل دايما يفتكر انه له حق الطاعة العمياء انا بقول اللفظ كده الطاعة العمياء هل الطاعة العمياء حق للزوج سيد شريف الطاعة ليس من صفاتها انها عمياء لسبب واحد ان المطيع اللم يكن على بصيرة بمن اطاعه يبقى اهوج واعمى ومقلد وغبي وكل الصفات الوحشة فيه كما قال الله في الكفرة صم بكم عمي فهم لا يعقلون فالطاعة المشروعة او الطاعة في هذا الدين مرتبطة بنور البصر والبصيرة لا يمكن تكون عمياء ابدا طاعة عمياء لا تعبير ظهر لازم تبقى بتفكر وتميز علشان تحدد تطيع ايه وما تطيعش ايه ده لابد وقدامها القاعدة ما تفكرش كتير ولا حاجة لا طاعة لمخلوق زوجا كان او ابا او اما او استاذا او صديقا او بروفوسيرا او اي حاجة تحب تقولها لا طاعة لمخلوق كائنا من كان الا بما عروف او بما يرضي الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق نحن لا نعص الله بطاعتنا لمخلوق كائنا من كان والعملية اصلها تعرف او سيد شريف اقولك لا حاجة اتفرحك وانا متأكد ان اتفرحك وتفرح مشاهديك جدا انا بحثت في امهات التفاسير وامهات كتب الحديث ووجدت عجبا ان الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة في اربع كلمات اللي احنا عملنا منها مع الاسف اربعين مليون شريط واربعين مليون محاضرة وكتب وبهدلنا الدنيا وهي اربع كلمات انا انا يدل ذلك على يعني وجوب التوقف عند الاصل الاصيل اللي احنا عملنا منه تجارة مشروع تجاري يعني ايه شرايط وولد شاب محترم يروح يقوله انا حاجبلك شريط للشيخ فلان في حوق الزوج حوق زوج ايه يا ابن حوق زوج ايه ضنايا اربع كلمات ايه بقى همه على الزوج اه حاضر فلو حق ايه حق الزوج الاول الزوجة ده في كل كتب حق يعني دي في الدين يعني الحق سيدات اولا في الدين كمان ايه اه والله العظيم وحتى ربنا قدمها الهن لباس لكم وانتم لباس لهم يعني هن ستر لكم وانتم ستر لهم فقدم النساء على الرجال فالحق بتاع كل زوجة مسلمة رجل ينفق عايز تشرح النفقة بقى رجعك لكتاب الام الامام الشافعي المجلد الرابع الصفحة 300 وشوية 3 او 5 ينفق على ايدك الشمال وهو بيقول النفقة تشمل الاكل والشرب والكساء والدواء ومتطلباتها الشخصية اللي هي بتجيبها اي واحدة ستة عايز تفصل فصل اسكنوا هن من حيث سكنتم بدءا بكلام الله تبارك وتعالى السكن عليه الاكل عليه الشرب عليه مصاريف البيت عليه بل البيت خيرات ده حقها وحسن العشرة حسن العشرة ده مشترك بين الزوج والزوجة لما اجا اقول بقى ايه حق الزوج هما كلمتين اتنين زوجة تسمع وتطيع وده احنا عرفنا تطيع في ايه يعني هو هيأمرها تعمل البدع لا يعني بقى حنعمل كذا حنروح لامي حنروح لاختي حسافر مسافرش حاغب شوية تقول له تيجي بالسلامة ما تتأخرش قوي هدوء هدوء لان دخلت يا استاذ شريف ويا ايها السادة والمشاهدون المحترمون دخلت في الحياة الزوجية برضو انا ميال لان اقول كلمة واحدة كلمة اسمها دخل دخل يعني رش واقوال ما انزل الله بها من سلطان واخلاقيات ما انزل الله بها من سلطان يعني انا طبعا ايه فانا الدخل ده لما نشيل وفندم تصفل حياة جدا واحد شايل مقونة حياة لبيت هو الراجل وهي السادة الحاجة التانية انه هي تسمع كلامه واسمع الكلام ده مش معناها تسمع كلامه بتاعتنا لا يعني تحسن السمع اليه يعني لا لا تكن معطية ظهرها له تقول له ايوة سمعك كمل ولكن من الاحترام والتقدير انها تسمعه كأنه هو الامام شفعي يعني هو بيتكلمه وتجله وتحترمه وتطيعه بحاضر بنعم وفي حدود حكتين على فكرة احنا قلنا حاجة طاعت ربنا وقدرتها لان حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواه السبعة لا تكلفوا حقوله بالمعنى لا تكلفوا خدمكم ما بلك بالزوجة بقى ما لا يطيقون فقال عليه الصلاة والسلام واذا كلفتموهم فاعينوهم